الموضوع اللي بعد كده نتكلم عليه الـ Data Sets طبعاً هو موضوع بسيط برضو حاجة يعني كده بس ايه زي ما تقول كده بنماهد الطريق او بنتأكد ان احنا on the same page عشان و احنا جايين ماشيين في سكة الـ Data Analysis هنتعرض للموضوع ده طيب تعال نشوف كده ال Row Data Set يعني ايه Row Data Set دي مثلاً مسال على Row Data Set ده ممكن يبقى مثلاً زي تكست فايل او حاجة جايلك من سيستم او حاجة زي كده او CSV فايل طبعاً الناس كلها عارفة تكست فايل وعارفة CSV فايل صح؟ التكست فايل هو زي وزي CSV فايل اتنين نفس الفكرة بالزبط لكن الفرق بينهم في الديلمتر الديلمتر يعني ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي بتفصل ما بين كل معنومة واخرى فبص كده معايا فوق كده الهيدر انا هتلاقي كلمة ايه Account وبعدين شهر جانوري وفبوري ومارش ده الهيدر بتاعت الديتا ال CSV فايل بيبقى اسمه كومة دليمتر يعني ايه كومة؟ يعني الفاصل هو عبارة عن الفاصلة زي ما حاجة شايف كده فيه كومة ما بين كل هيدر ولو نزيل دي تحت في الديتا هتلاقي ألف وسبعة ألف وسبعة ألف وسبعة كده حاول ألف وتمانية ألف وتسعة ده رقم الحساب نفتقده ده ايه رقم الحساب بعد رقم الحساب كومة يبقى دي ايه كومة بتفصل الهيدر وكومة بتفصل الديتا بنفس الشكل وبعد كده الاماونت بتاع شهر جانوري وبعدين كومة والاماونت بتاع شهر فبوري وكومة وهكذا ده ده بيسموه ده ممكن يكون مثال على سي اس بي فايل أو كومة ديليميتر ديليميتر يعني الفاصل ما بين كل نوع من الديتا أو كل كولوم الفاصل ما بين الكولومز بيسموه ديليميتر التكست الستاندرد بتاعه الفاصل هو التاب عارف زر التاب اللي موجود في الكيبورد في حاسمها تاب انت لو كنابت كلمتين على نوت باد وبعدين تاب وبعدين كلمتين تانين وبعدين تاب عملت سيف انت كده كأنك قسمت التكست فايل ده اللي على النوت باد الى ايه؟ الى كولومز فده غالبا معظم السيستمز بتطلع الاؤتبوت بتاعها فيه طبعا سيستمز بتطلع على اكسل على طول بس معظم السيستمز بتطلع يقيمة تكست فايلز يقيمة سي اس بي فايل طبعا هي مزيتها انها بتكون خفيفة نسبيا معليهاش فورمات كتير ولا حاجة مغارد رو ديتا فبتبقى خفيفة فيعني احد الطرق انك تكونكت من من سيستم لسيستم انك تاخد الحاجة على سي اس بي فايل وترجع تعمل لها لودنج على سيستم تاني او انك تاخدها من سيستم وتشتغل بها على الاكسل او في حالتنا بقى هناخدها على الباور كويري او ناخدها على الباور بي اي وكل الكلام هنعمله مع بعض فده نوع من انواع الرو ديتا ولكن بالشكل الجاي بيه ده ده باد ديتا يعني انت متعرفش تعمل بها حاجة يعني انت لو خدتها زي ما هي كده على الاكسل انت عندك رقم الحساب متلخبط في رقم الشهر كام الامونت وكلهم في نفس السل طبعا ده ما تعرفش تعمل بيه حاجة فانت محتاج حاجة تخليك جود رو ديتا يتبقى بتقسمها كده اربعة كولومز او الكولوم في رقم الاكاونت وبعد كده كل شهر مفصول في كولوم مستقل والامونت موجود تحت الهيدر بتاع كل ايه شهر من الشهور كمان في بقى انك تحول ده دي الى الى انفورميشن او الى ريبورت بالشكل بقى انا عامله ده يعني لاحظ كده الاكاونت هنا الف وسبعة متكرر حوالي 5 مرات الف والثمانية متكرر مجموعة برضوyerى بتقرب deity الى سبعة مرات واتعت مرات للألف وتسعة لكن عشان اطلع مفهوم محتاج ان انا اعمل سابعي قصي س 임زي ما انت شايف تحت جمعت الكل الالف وسبعة في اونلاين وجمعت الالف وثمانية في واونلاين والف وتسعة في واونلاين وهي ساعت ثوائري وانت أجريجيشن ديالديتا فميّ keer mild dim contains code data الاول هده ...... He's going to good raw data.. حمّلت لها straight transformation لأنني قسمتها. طبعاً الأكسل يعمل دي عن طريق كلكم عارفانها اسمها تكستو كولوم. بتتعامل ايه على الأكسل و بتحديد له برد دلمتر هو كما ولا سمي كولن. يخد بالك دلمتر ممكن يبقى كما ممكن يبقى سمي كولن ممكن يبقى أي سبيشل كاركتر ممكن يبقى حكي كثير ممكن يبقى سبيس. كل ده ينفع دلمتر و بتحوله الى جود رو ديتا وبعدين الى انفرميشن عن طريق انك تعمل بقى طبعاً في حالتنا هنبقى المرة دي بنشتغل على البيوت تابل و نشوف قد ايه سهل وبسيط. او في حالات اخرى بتشتغل بإيه اكسل فانشن زي سام افس او زي اه اه واتفر بقى ناس بتشتغل بحاجات كثير في الاكسل. الموضوع التاني برضو اه ده انا بسميها امبروبر ديتا سات يعني هي مش هي ستيل جود داتا سات او جود رو ديتا بس امبروبر ديتا سات ليه بقى ليه انا قلت عليها امبروبر ديتا سات خبالك ده يعني ايه يعني مش لازم تلاقي الكلام ده مشروح في كتاب او بتاع ده انا بحاول بسط المفهوم علشان ايه ان نفهمه مع بعض. فمثلا انا شايف ده امبروبر ديتا سات لان فيه هيدر ميسنج يعني ديك شايف ادي الاكاونت في اول كولوم وبعد كده اه اه عنوان بتاع اول كولوم اسمه جانيوري فبري مفروض يبقى مارش ما عنديش هنا ايه هيدر فده ما يصحش لازم يبقى عندي complete headers لو حدرتك حتى بتشتغل كده وعملت جيت تعمل كولوم زيادة فيه حسبة كده حسبة ما وبعدين قفلت الشيط وغبت كده ساعتين تتا ورجعت لها تاني ممكن تبقى مش فاكرة هو كان ايه ده فإيه اتس بروبر ان انت دايما تدي حط هيدر مزبوط ويبقى دايما الهيدر complete الحاجة التانية ان فيه بلانك روز في النص هو بلانك رو مش هتبوزلك حاجة اكتشولي يعني انت لما اشتغلت عملت فورمولا اوه عملت pivot table البلانك روز مش هتعمل مشكلة بس هتضيقك وانت بتسيلكت الديتا بالذات على الاكسل لما تيجي تسيلكت هنجربها الوقتي على الاكسل مع بعض تعمل selection data لو فيه بلانك روز ممكن ال pivot table يقف عند ايه عند اول بلانك رو ما كملش ممكن لو بتكوبي فورمولا تقف عند البلانك رو ما تكملش فتعمل لك مشكلة في الشغل بتاعك فايه يفضل ان انت مش محتاج يبقى عندك بلانك روز ممكن يبقى عندك missing data point عادي يعني ممكن ان انا فيه account مالوش رقم في شهر مش شهور عادي لكن يبقى ال row كله فاضي لازمته ايه من خلاص منه وخلاص اللي بعد كده ان فيه subtotals يعني ساعتا ان تيجي في النص تقول ايه طب انا عايز اجمع اول عشر سطور اول خمسين سطر عايز اجرب حاجة عايز اتست حاجة بتاع فتروح عامل insert row وتروح عامل ايه total او subtotal بقى في الحالة دي مش total طبعا دي برضو غلطة مشهورة لان انت تيجي بعد كده عايز تجمع ال row كله على بعض ال column كله على بعض انا اسف هتاخد معك ال subtotal وهيبقى فيه duplication فيه الرقم النهائي ونفس الكلام لو بتعمل pivot table لو دخل معاك ال subtotal هيدبلر لك ليعمل duplication فيه النتيجة النهائية فايه ده برضو من علامات الايه ال improper data set كمان ال adjacent calculation يعني انت جيت هنا في cell قلت انا عايز اجرب بقى اقسم الرقم ده على الرقم ده واضربه في كذا واشوف نسبة مش عارف ايه عادي طبيعي ان الناس بتعمل الكلام ده وشغله في ال excel بس لو لزقته في ال data set بتاعتك برضو مش كويس هتيجي تعمل pivot table هياخد معا ايه القلوم الزيادة ده هيدخله معا في الموضوع او هتيجي تعمل حاجة ممكن يسيلكت بالغلط فده برضو من علامات ان انت عندك data set محتاجة ايه تتوضب شوية الحاجة التانية ال inconsistent data type يعني انت شغال اهو ارقام 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 وجيت في نفس القلوم وروح تحطت ايه text فده برضو من علامات ان ال data دي ايه ممكن يتعمل لك مشاكل او ما يصحش ان هي تشتغل بشكل ايه مش هينفى تشتغل بشكل صحيح especially بقى لو خدنا الكلام ده على power query وبتاع يعني ايه حيوقف معاك تماما مش هشتغل خالص بشكل كويه انما properties set شكلها ممكن يبقى عامل كده عامل ازاي no blanks ادي data كلها على بعض ما فيش ايه بلانكات no total or subtotal ما عنديش اي total او subtotal خالص no adjacent cells يعني فيه at least one blank cell من كل الاتجاهات سواء في فوق في الهيدر او تحت في اخر رو او على مينو الشمال لو عايز بقى انت تجرب حزبة ولا بتاعها ولا تعمل subtotal لك انت بتفرج عليه يبقى تحطوا ايه بعيد at least one cell فاضية بين وبين ال table بتاعك الحاجة التانية complete headers مفيش header missing الحاجة اللي بعد كده consistent data type يعني بمعنى انه هنا accounts يبقى كله accounts هنا amounts يبقى كله amounts هنا amounts يبقى كله amounts وهكذا الحاجة الشكلة عامل ازاي او يعني ايه بقى table او يعني ايه proper data set يعني انت عندك حاجة اسمها header الهيدر ده اللي هو في الحالة بتاعتنا اربعة columns كل column ليه header ممكن تسميه column name وممكن تسميه كمان field يعني لو سمعت كلمة field تبقى عارف انها بترفير ليه لcolumn name او header او عمود او كل ده ايه مراضفات لنفس المعنى في كلمة field زي كلمة column زي كلمة header فيه ناس بتقولها row header بس انا يعني ايه دايما ببقى حس ان انا بتكلم من header بتكلم على column بشكل رئيسي الحاجة التانية ال row اللي هو الصفوف بقى الصف ما هو الا record ممكن تسميه record او ال record ده بيساوي one data point for each field يعني عندي هنا كل وانا ماشي بالعرض كده ال record دي اللي متعلم عليها بالازرق دي ما هي الا ايه one data point لكل column موجود من هنا فعندي one value للأكاونت one value لشهر يناير one value لشهر فبراير one value لشهر مارس وهكذا وطبع ما ينفعش يبقى عندي ايه ان السل الوحدة تكون فيها اكتر من value يعني لو حطيت two amounts هتبقى ايه هتبقى غلطة او هتبقى حاجة ممكن تبغى وزلك الدنيا برضو فده ايه ال property to set طب فيه كمان حاجة بيسموها tabler versus cross tabulated يعني ايه انا بقوله ده بص على الجدول اللي فوق ده بيسموه cross tabulated يعني ايه يعني انت هتلاقي فيه two dimensions دايمن دايمنشن فيه ال column وديمشن فيه ايه فيه بعدين عارف انت سنائي الابعاد زي بيقوله ففيه dimension بتاع الاكاونت ودايمنشن بتاع الشهر والديتا ما هي الا intersection ما بين الاثنين يعني التقاطع ما بين الف وسبعة وجانيوري 18 هو الرقم الف وثمانية وستين ده ايه الديتا اللي بتمثل النقطتين دول جانيوري مع الف وسبعة الف وثمانية مع فبراير موجود التقاطع بينهم الفين ستوانية وثمانية وثمانية ده is a good format for reporting يعني انت لما تعمل report غاليا بتعمله بالشكل ده بتحط حاجة في ال column وحاجة في ال row والتقاطع ما بينهم دايمن بيبقى هو ايه ال value اللي انت عايز في الاخر تعبر عنها او عايز تعملها presentation go report بتاعك بس ال data analysis وال pivot tables وعايز اقول لك هو pivot table ما هو الا data analysis tool في الاول وفي الاخر ما بتحبش الشكل ده ما بتحبش ال cross tabulated بتحبش ال cross tabulated بتحب التاني ده اللي اسمه ايه اللي اسمه tabular form زي ما انت شايف كده المنث اللي كان موجود بالعرض فوق تحول هنا الى column اسمه month وال amount كلها بقت في one column لو انت ديت ال pivot table ال data بالشكل اللي موجود تحت ده هتتعامل مع الارقام بتاعتك ومع ال report بتاعك بشكل احسن ونفس الكلام power query ونفس الكلام data model ونفس الكلام data base في الدنيا لو ديت لها ال data بالشكل اللي موجود تحت ده هتتعامل معاه بشكل احسن بكتير وهتدي لك ال result اللي انت عايزها لما تديها لها بالشكل اللي فوق ده هيبقى صعب شوي الحاجة الاخيرة ال data types فيه انواع كتيرة جدا يعني ممكن تسمع ايه واحد يقولك فيه double وفيه currency وفيه decimal number وفيه whole number وحد يقولك string وحد يقولك حاجات زي كده كتير بتسمع انواع كتيرة من ال data لكن انا يهمني at least at least افرق بين تهات حاجات يكون دايما واضحين فيه مخيلتي وأنا شغال فيه تهات انواع رئيسيين من ال data ماينفعش لاخباطهم على بعض الباقيين شغال يعني انت لو جمعت decimal number على هول number هيشتغل يعني مش هيعطل معاك قوي يعني هيبقى فيه فروقات هيبقى فيه بتاع لكن يهمني انت مفرق ما بين التكست يعني زي مثلا هنا انا الاكاونت اعتبرته تكست وعرفت زي انهو تكست في المثال ده هتلاقي دايما حتى لو رقم ولكن stored او متخزن جوه السل على انهو تكست هتلاقيه بادئ من ناحية الشمال لو شفت الفرق بين الكولوم بتاع amount والكولوم بتاع اكاونت هتلاقي الاماونت بادئ على يمين لكن الاكاونت بادئ على الشمال فده تكست على طول والحاجة التانية date لازم يكون بفرق بين من الديتس يعني ما ينفعش احط date مع حاجة مش date لازم كله يبقى date ونفس الكلام date بدأ من ناحية اليمين لو لقيت date على ناحية الشمال اعرف انه برضه هو الاسل شايفه تكست مش شايفه date فلو شايفه ناحية بدأ من ناحية اليمين يبقى ده ايه date مظبوط والاماونت نفس الكلام لو بدأ على اليمين فانت كده تمام يا باشا عندك ايه نمبر والاسل شايفه نمبر لو جمعت هيجمع لو عملت اسمه هيقسم وكله تمام لو لقيت الاماونت بدأ من ناحية الشمال يبقى ده غالبا شايفه تكست ولازم تشوف لك حل في القصة دي وإلا مش هعرف اتعامل معها زيها بقولك فيه انواع كتيرة للنمبر whole number decimal number integer double currency percentage بس في الاخر كلها نمبر و الdate برضه هتلاقي date و date و time و time و فيه duration كل دي انواع لكن في الاخر هي ايه مشتقات من الdate والتكست ممكن تلاقي نسبة يعني بعض الـ programs أو بعض الـ software بيقولك ده تكست وبعضهم بيقولك ده string يعني مثلا الـ data model هتلاقي فيها كلمة string لكن في الـ Power Query هتلاقيها بيقولك ده تكست بس الاثنين في الاخر هيودون نفس المكان ومعندناش مشكلة في كده أو في كده ف at least محتاج تفرق بين text و date و number خبالك الـ Excel ظريف يعني ما بيدقاش معك على الكلام ده إلا لو جيت تجمع text مش هيجمع مثلا لو جيت تحط text وست 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 نومبرز في بعض الفورمولاس هتديك error بعضها هيوافق ويجمع الحاجات اللي يقدر يجمعها والباقي لأ وبعضها الأخر هتديك error لكن هتروح الـ Power Query هيطلب منك ويعني حتى لو مطلبش منك فأنا اللي بطلب منك إنك لازم تعرف الـ Data Type وإلا هتقع في المشاكل ونفس الكلام لما تروح الـ Data Model لازم يكون هو فاهم منك كويس أوي الـ Data Type وإلا هيعمل لك مشاكل أنت في غنى عنها تماماً طيب الحاجة الثانية برضو معلومة ظريفة بالنسبة للـ Date and Time in Excel ودي معلومة مهمة وهتساعدك برضو وإنت ماشي في حاجات كثيرة إنه الـ Date and Time في الـ Excel ما هو إلا نمبر يعني الـ Date في الـ Excel عبارة عن في الآخر رقم والناس بتوع الـ Excel اعتبروا إن بداية التاريخ في الدنيا كلها هو يوم واحد واحد سنة 1900 فلو حددك كدت في Excel في أي حتة في الـ Excel رقم واحد وعملت فورماتينج إن ده قلت له أنا عايز أعمله نمبر فورماتينج هتجد لك تاريخ واحد واحد ألف وتسعمائية اليوم اللي وراه اللي هو اتنين واحد ألف وتسعمائية ادوه رقم اتنين واليوم اللي وراه رقم ثلاثة وهكذا حتى وقتنا هذا فأنت لو خدت تاريخ النهار ده مثلاً وحولته إلى جنرال نمبر من الفورماتينج هتلاقي إنه هو مش عارف ترتين ألف مش عارف كام كده ده اللي هو إيه؟ ده السيكونس اللي ماشي بدأ سنة ألف وتسعمائية في واحد واحد وانتهى بتاريخ إيه؟ النهار ده وهكذا طول ما انت ماشي فهما اعتبروا بداية التاريخ هو إيه؟ ألف وتسعمائية أول يناير ألف وتسعمائية الحاجة التانية إنه التايم كمان استود بنفس الطريقة فأنت لو قلت إن الساعة بتمثل قد إيه؟ يعني الساعة واحدة بالليل اللي هي بداية اليوم الساعة 12 الساعة واحدة بالليل اللي هي تمثل 1.24 بتساوي 0.04167 هو ده بالضبط الطريقة اللي أكسل بيخزن بيها الساعة يبقى 2 هتجمع عليها كمان 0.04167 يبقى ده إيه؟ يمثل الساعة 2 وهكذا لحد ما تكمل الـ 24 وطبعا مش مفاجأة لو قلت لك إن الدقايق هتبقى إيه؟ نفس الكلام 1.24 على 60 وهكذا فهيبقى الإكسل بيستور الديتا بشكل إيه؟ أرقام وده يبقى لها مهمة وبرضو هتساعدك في بعض الأحيان وطبعا لو حسدت بقى تمانية ونصف بطالة لألتها لك يبقى إيه؟ هتحطها في فورمولا هتدي لك 0.35467 ده يمثل الساعة تمانية ونصف في أي يوم من الأيام ولو أنت بتتكلم على تاريخ مثلا النهاردة يبقى هتحط بقى رقم تاريخ النهاردة .354167 يبقى تاريخ النهاردة الساعة تمانية ونصف بحاجة أخيرة قبل من نبص كده بسرعة على كام حاجة عايزة نعاركو على الإكسل في الموضوع ده حاجة اسمها الديتا تايبس versus ديتا فورمات احنا قلنا أن الديتا تايبس قلنا ثلاث حاجات على الأقل فيها تأسيمات أكتر ولكن بيئة ويرقف ثلاث حاجات تكست أو ديت أو الحاجة الثالثة نمبر طيب ساعات إنت بقى إيه؟ بتلاقي نمبر فورمات مختلف يعني النمبر فورمات ما بيأثرش على الديتا تايب بمعنى إيه؟ لو إنت جيت عملت مثلا التاريخ ولكن تاريخ النهاردة اللي هو اعتقد تسعة وعشرين ستة الفين واحد وعشرين وكتبته وشوفته على السكرين بشكل التاريخ وبعين حولته إلى سيريال نمبر يعني قلت له جنرال الديتا تايب الفورمات بتاعه جنرال فهتشوفه في صوت رقم ده مش هيأثر على نوع الديتا خالص الديتا فورمات ما هو إلا ماسك يعني هو زي ماسك بتلبسه على السيل نفسها عشان تشوفها بشكل معين ولكن لا يؤثر على الرقم نفسه أو المحتويات الخلية نفسها ولا يؤثر على الديتا تايب بشكل أو بآخر فده بس فرق ما بين الاثنين فحتى لكن هنا لو اندورت على تعريف بتاعهم لقيت انه بيقولك الديتا تايب لا مختلف الديتا تايب لا مختلف في المية ودخلتها في كالكليشن لن تؤثر على نتيجة نهائية في حاجة لكن لو انت شفت الاو بوينت وان دي وتحويت الى تاكست مثلا ففي الاخر هتبوز اللي انت عامله او هتطلع نتيجة غير متوقعة او هتدي لك ايه فافضل التقديرات هتدي لك ارور ومش عرف تكمل فده بس كنت عايز برضو ايه اعدي عليها بسرعة موضوع الديتا تايب وفي ديمو سريعه هو ما هواش مثال اوي هنيعمل ديمو سريعه كده نبص على موضوع ديتا ته ساتس وعايز بس اوليك حاكتين سراع اوي لان هو ما فيهوش اكتر من اللي احنا قلناه لكن قد عايز اوليك حاكتين بسرعة في حتة ال ايه ال البرو برد دا ساتس زي اللي قد قد تقولكه على ال الله يقفت على اي سل جوه التابل دا ودست كنترول ايه هتلاقيه اختار بالزبط الجدول بشكل هايل جدا من غير المشاكل انتعال بقى بص على ناحية اليمين الديتا اللي شكلها ملاخبط دي لو جيت هنا قلت له كنترول ايه وانا واقف هنا خد بالك خد معايا الكلوم اللي اسمه ان وما خدش البلانك البلانك رو وما خدش اللي تحتي لو افتع الجزء التحتاني كنترول ايه نفس الكلام اختار برضو ايه خد معايا التوتل اللي تحت وما خدش الحتة اللي فوق وما خدش الهيدر وحاجة ايه صعبة جدا لو اخترت التابل ده وحاولت اعمل بيفو التابل منه فهاختاره كده واروح على انسوت مثلا ومن انسوت فيه بيفو التابل واقول له تابل اورينج بص هتلاقي لوحده انا ماني مختار التيبل كله بس هو مش موافق هو عايز ياخد بس الحتة اللي فيها هادر واغنور دل باقي ولو حاولت انا اكبره يعني انا اختار بقى انا بنفسي لا انا انا مش هسمع كلامك وانا ااخد ايه التابل كله اهو وهقولك اوكي مش حよية اهوية لا انت الهادر بتاعك مش موجود فانا مش عارف اكمل ايه حضرتك انا معارش اشتغل من غير هادر فعايز بس كنت ا awarded ايه ممكن ال data set لو مش مضبطة لانساك مش اجفت اشتغل خالص لو انت مضبطτε data set بتاعتك هتلاقي الحياة اسهل وازالط بس اعتقد ما فيش حاجه تاني الكل الكامل اللي كنت يقوله هنا انا قلته قلته قريب انا انا بنانا بصينا على فممكن أن نتوقف عند هذا القدر في موضوع الديتا سيت